السؤال الذي يليه أيضا في البنية الفكرية لاحظوا هنا هذا السؤال يقول يبحث المأزوم نفسيا عن مصوّغات الإقناع الآخرين بسلام السلوكاته فبما سوّغ ابن رومي سلوكاته يعني كما قلنا وأشرت لكم في اللقاءات الماضي أن الإنسان المأزوم نفسيا يحاول أن يعوّض صحيح؟ يعوض نقص أو يعني يحاول أن يقرع الآخرين بسلامة سلوكاته يعني شعرنا جبان وخائف ومتردد ومرتبك لكن يحاول إقناعنا بأن ما يراه وهو الصحيح إذن هذا هو السؤال يبحث المأزوم نفسيا عن مصوّغات لإقناع الآخرين بسلامة سلوكاته فبما سوّغ ابن رومي سلوكاته سوّغ بما يلي أن كثرة السعي لاحظوا من خلال الحكم التي أوردها كثرة السعي لا تجذب الغنى والإمتناع عنه لا يغني الفقر لا يعني الفقر يعني السفر لا يجذب غنى ولا القعود يجذب فقر أحيانا يعني وأيضا إن غنى النفس أهم من غنى المال يعني لوازل لازم حافظ على نفسه من المخاطر يعني لاحظه يحاول إقناعنا وأيضا كثرة الصعبات التي واجهته وخوفه من السفر حرصا على حياته يعني هو أعرض لأنه أعرض لصدمات كثيرة فإذا هذه النقاط التي حاول بها شاعرنا أن يقنعنا بسلامة سلوكاته رغم أنه مأزوم نفسيا كما رأينا هل هذا السؤال واضح؟ السؤال الذي يليه يقول لاحظوا في المقطعين الأول والثاني حكمتان هاي الحكمتان استخرجهما ثم حدد مما بين قوسين مبعث كل منهما يعني هاي الحكمة هل إجت من تجربة ذاتية للشعر أم إجت من ثقافته أم من الاثنان معان طيب في المقطع الأول أين الحكمة عندما قال في البيت الثاني فما كل من حط الرحالة بمخفق ولا كل من شد الرحالة بكاسب إذن البيت الثاني طبعا من أين جاءت هذه الحكمة من التجربة ومن ثقافة يعني الاثنان معان والمقطع الثاني أين الحكمة كانت تكون في المقطع الثاني في البيت السابع نعم ومن راح ذا حرسا وجبن فإنه فقير أتاه الفقر من كل جانبه أيضا هذه حكمة أيضا يعني ناتجة عن التجربة الذاتية وعن ثقافته إذن يعني هذه الحكمتان ناتجة عن الاثنان معان أي عن التجربة الذاتية وعن الثقافة السؤال الخامس الآن يقول عرف ابن الرومي بطبيعة المتشائمة وحق له أن يكون متشائم كما رأيتم لما مر به من ظروف فابن الرومي عرف بطبيعة المتشائمة وضح ذلك من المقطع الثالث الشاعر جواب الآن الشاعر راغب في الحصول على عطايا الممدوح لكن خائف من ذلك مما يجعله أسير صراع الرغبة والرهبة لكن الأخيرة أي الرهبة سيطرت عليه لخوفه من القادم وتشاؤم حيال المستقبل عندما قدمت رزم أخرت رجلا السؤال السابع وهذا ما كان يدور حوله النص أو قبله حاول الشاعر في البيتين أخيرين كما رأيتم أن يمد بصره إلى ما وراء سطر غيب المسدل فما الحقيقة التي أدركها الحقيقة التي أدركها العنوان ذاته الغايات بعد المذاهب يعني النتائج بعد الأعمال نتائج بعد الأفعال إذن ممكن أن نصغ الإجابة على الشكل الثاني أن الأقدار سابقة وأن الأقدار سابقة وأن على الإنسان أن يكون صاحب مبدأ يصير عليه لما يفعل قبل أن يطلع إلى نتائج أفعاله يعني غايات بعد المذاهب أي النتائج بعد الأعمال السؤال السابع وهذا ما كان يعني يدور فلكنا فيه اللي هي منطقة الوعي واللاوعي كما قلنا فيقول السؤال جاء النص تعبيرا عن اللاوعي لاحظوا اللاوعي الفرد لابن الرومي من الناص ارسم بالكلمات صورة توضح شخصيته مستفيدا من إجاباتك السابقة حريصا جبانا كما قلت لكم هل للإنسان أن يقول عن نفس الجبان إذن هذه منطق كلام خرج من اللاوعي اللا شعور إلى الشعور فأيضا تنازع عن الرغب ورهب فلاحظوا حريصا جبانا هنا أفصح عن جبنه تنازعني رغب ورهب هنا أفصح عن تردده يعني هو إنسان مرتبك قلق متردد إذن هاتان الصفتان يعني أطلقه ما على نفسه دون أن يشعر لأن هذا خرج من منطقة اللاوعي منطقة اللا شعور إلى منطقة الوعي والشعور السؤال الثامن الآن يستطيع المتلقي أن يستجلي خصال وهذا سؤال نظري أحملناه يقول السؤال يستطيع المتلقي أن يستجلي خصال ابن الرم من النص ارسم بكلمات صورة توضح شخصيته مستفيدا من إجابتك هل نستطيع أن نستخلص صفات لابن الرم كما وردت في النص هذا أمر هين قلق تردد الحيرة ارتباك الخوف الجبن إذن كل الصفات تشغؤهم صح؟ إذن كل الصفات يمكن إطلاقها على ابن الرم من خلال فراءتنا للنص فتعالوا الآن للتعليق على النص الآن السؤال يقول قيل إن الشعراء والأدباء كثيرا ما يكونون أصدق فهما وأدق تعبيرا تعبيرا عن حالاته من نفسية من عالم النفس الذي يصف ظواهر نفسية عامة أينطبق ذلك على حال ابن الرم وضح ذلك؟ سؤال للجميع وليس يعني يخص ابن الرم قال إن الشعراء والأدباء كثيرا ما يكونون أصدق فهما وأدق تعبيرا عن حالاته من نفسية من عالم نفسي نحن عندما نذهب إلى طبيب نفسه ألا نعلم عن حالنا أكثر مما يعلمه الطبيب الذي سيعين هذا طبيعي وأيضا الشعراء والأدباء كثيرا ما يكونون أصدق فهما وأدق تعبيرا عن حالاته من نفسية من عالم النفس الذي يصف ظواهر نفسي عامة أينطبق ذلك على حال ابن الرم وضح ذلك؟ السؤال نعم ابن الرم رجل لا تنقصه الحكمة ولا الثقافة ولا سعة الخيال كما أنه عايش التجربة ومر بها وعان منها وبالتالي فهو أكثر قدرة من أي شخص آخر حتى لو كان عالم نفس على توصيف حالته ورسم صورة أعماقه وما يختلج في صدره الآن إلى سؤال المقارنة والمقارنة مع قول المتنبي انتبهوا إلى هذا السؤال يقول المتنبي وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي أو كان لي عندها وطر ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها فمفترق جاران دارهما العمر هنا أقدمت إقدام الأتي والأتي هو السيل الجارف الذي يأتي من بعيد كأن لي عندها وطر الوطر هي ثأر يعني هو يقدم لحظة يقدم على الحياة بسرعة السيل وكأن له ثأر عند هذه الحياة وماذا يقول ذر النفس تأخذه وسعها يعني كما نقول نحن في العام نخلي النفس تسعد وتفرح نحن نقول أنه كم العمر الإنسان سيعيش هو عمر واحد مهيك؟ ذر النفس تأخذه وسعها قبل بينها البين هو الموت فراق نقول غراب البين مهيك؟ وتوخى حمام الموت أوسط صبيتي فلله كيف اختار وسطها العقد إذن ذر النفس تأخذه وسعها قبل بينها فمفترق جاران دارهم العمر يعني هذا شعر مقبل على الحياة كالسيل الجارف وكأن عنده ثأر عند هذه الحياة فيطلب أنه دعي النفس تأخذه وسعها وسعادتها ومجالها في هذا الحياة سؤال يقول لقارن ويقول اختلف الموقف النفسي لكل من الشاعرين في مواجهة الحياة عند المتنبي ابن الرومي وازن بين الموقفين وبيّر رأيك ما موقف ابن الرومي من الحياة ما موقف المتنبي من الحياة باختصار نرى أن أحد ما كان متشائم والثاني متفاعل صح؟ إلهما كل منهما يرغب في أن ينال حظهم من الدنيا صح؟ كل منهما يرغب في أن ينال حظهم من هذه الدنيا لكن اختلاف الحاصل أن ابن الرومي يريد أن ينال من مكاسب الدنيا ابن الرومي من مكاسب الدنيا والمتنبي من الشجاعة والإقدام ابن الرومي تقاعس تقاعس بعد أن مل السعي وراء الرزق أما المتنبي فيطلق العنال لنفسه سعيا وراء مرادها الأهم من ذلك أنه ابن الرومي كان متردد متشائم وهذا الأهم ابن الرومي متردد متشائم أما المتنبي فكان متفائل مندفع إلى الحياة مقبل على الحياة إذن ابن الرومي أو كرر ابن الرومي متردد متشائم محجم عن الحياة المتنبي متفائل مقبل على الحياة بكل ما أوتيه من الثقة إذن هذا هو الفارق بينهم وهذه النقطة الأهم يعني ممكن أن نختصر كل ما قلنا أن كلاهما يرغب في أن ينال حظه من الحياة إلا لاحظوا يمكن يعني أن نختصر كل هذا الكلام بجملة التالية كلاهما كان يرغب في أن ينال حظه من هذه الدنيا أما الخلاف فابن الرومي كان متشائم ومحجم عن الحياة في حين أن المتنبي كان متفائل ومقبل على الحياة هذا باختصار السؤال الذي يليه والسؤال هنا وهو سؤال نظري يقول اختلف الموقف النفسي لكل من الشاعرين هذا بينا السؤال العاطفة الآن يقول سؤال انطلقت التجربة الشعري في النص من موقف لوم تعرض له الشاعر يعني إذا سألناكم ما هي مناسبة النص مناسبة النص ما السبب إنتاج هذا النص ما السبب الذي يدفع لكتاب هذا النص هو لوم اللائمين الذين يلومونه فانطلقت تجربة الشعري في النص من موقف لوم تعرض له الشاعر ففجر فيه مشاعر شتى سمي تلك المشاعر وانسبها إلى موضعه في النص هذه المشاعر هي الحزن لما آلت إليه حاله وهذا أين نجده نجده في المقطع الأول الاعتزاز بسمو النفس الثالث أو هنا البيت الحزن لما آلت إليه حاله دعي اللوم إن اللوم ولا تتجاوز في حد المعاتبي إذن الحزن في البيت الأول الاعتزاز بسمو النفس فهو في السعي كيس والنفوس نفائس وليس بكيس بيحه بالرغب إذن الثالث الألم لما لقيه في أسفاره والأسى من تردده وضعف عزيمته كان ذلك في الأبياد الرابع والخامس حتى السابع أي في المقطع الثاني قلق وخوف قدمت الرجل وأخرت الرجل في أي بيت هذا في البيت العاشر يعني أو نقول المقطع الثالث جميعه المقطع الثالث حفلة النص أي امتلأ حفلة النص بعنصر اسلوبية بلغت بمشاعر ابن الرومي مستوى مستوى جماليا مؤثرا حدد منه مثالا لي كان في عندي ألفاظ مشحونة بالعواطف الحارة عندي عبارات تحمل طاقات عاطفية عالية لدينا صور متوهجة بالانفعال لاحظوا الألفاظ المشحونة بالعواطف الرغبة كرها اللوم كل كلمة وراءها عاطفة أو تدل على عاطفة إذن ألفاظ المشحونة بالعواطف الحارة الرغبة كرها اللوم عبارات عبارات تحمل طاقات عاطفية عالية هي تنازعني رغب ورهب أخاف على نفسي إذن هذه عبارات تحمل طاقات عاطفية عالية تنازعني رغب ورهب صراع بين الرغبة والرهبة أخاف على نفسي الصراع على الحفاظ على الحياة ونفس الوقت الحصول على المال في عند الصور متوهجة بالانفعالات وهنا يمكن أن تأخذ أي صورة من الاستعارات المكنية هذا قتن الأسفار أعياني الطلاع المغايب إذن استعارات مكنية أخذ أي صورة تشاءون